اهلا بكم مشاهدين الى هذا الموعد الاخباري والبداية بالعناون في ظل عدم طلق المحكمة الادارية تعونا تتعلق بنتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية حتى الان غدا اعلان قيس سعيد رسميا رئيسا جديدا للجمهورية عدد من مرضى السرطان الثاني يتذمرون من تأخر المواعد الطبية جراء نقص الاطار الطبي بالمستشفى الجهوي بالكفر اردوغان يقول انه لا يمكن وقف الهجوم التركي في سوريا قبل ان يحقق اهدفه والجيش السوري يسيطر على قواعد تركتها القوات الامريكية مرحبا بكم افاد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية عماد الغابري ان الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية لم تتلقى حتى هذا التوقيت تعونا بشأن نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من جانبها اكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان اليوم الاربعة والى حدود منتصف الليل هو اخر اجل قانوني لتلقي التعون موضحة انه في حال التزام مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي بعدم الطعن في النتائج فان الهيئة ستعلن غدا الخميس عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ليصبح بالتالي قيس سعيد رسميا بعد هذا الاعلان رئيسا للجمهورية دعت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطيات الانتخابات عتيد دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب القادم الى وضع اطار قانوني حاسم وشامل بخصوص الدعاية والاشهار على شبكة التواصل الاجتماعي وخلال ندوة صحفية نظمتها صباح اليوم بالعاصمة لتقديم تقريرها الاولي حول ملاحظة عملية الاقتراع للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أوصت عتيد بالاسراع في وضع آليات للتصدي للخرقات التي ترتكبها وسائل الاعلام خلال الفترة الانتخابية وأكدت على ضرورة اجراء تدقيق للسجل الانتخابي للمسجلين بالداخل والخارج كما طالبت جمعية عتيد هيئة الانتخابات بمزيد تكوين أعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والتدقيق في عملية انتدابهم إلى جانب التدخل بصفة سريعة في حال قيامهم بتجاوزات أو أخطاء تمس من عملية الاقتراع وفي بيانا صادر عن الخارجية الأمريكية توجه رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك بومبيو بالتهان إلى الشعب التونسي والرئيس المنتخب قيس سعيد لافتا إلى أن انتخابه شكل علامة ثارقة ومهمة على طريق الديمقراطية في تونس معربا عن تطلع بلاده إلى العمل مع الرئيس المنتخب في مواصلة للتعاون الطويل الأمد بين البلدين كما تقدمت الحكومة الإسبانية اليوم بتهانيها للفائز بالانتخابات الرئاسية في دورها الثاني قيس سعيد مشيرة في بلاغ لها أن إقبال الشعب التونسي على هذه الانتخابات ومن قبلها الانتخابات التشريعية أعطى مثالا جديدا عن السلوك المدني والديمقراطي الذي تحل به التونسيون طيلة فترة الانتخابات منوهة بالدور المهم الذي لعبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنظيمها الجيد للانتخابات وأجددت الحكومة الإسبانية التزامها بدعم تونس كبلد صديق ومواصلتها الدفع نحو تعزيز أواصل الصداقة العميقة التي تجمع البلدين إلى مشغل صحي انتظم بالمستشفى الجهوي بالكاف يوم مفتوح للتقصي المبكر حول سرطان أفدي تطوع خلاله الإطار الطبي وشبه الطبي لتقديم خدمات لفائدة عدد من النساء في إطار تظاهرة شهر أكتوبر الوردي وبهذه المناسبة عبرت بعض المصابات بهذا المرض عن تذمره من تأخر المواعيد الطبية ببادرة من قسم النساء والتوليد احتضن المستشفى الجهوي بالكاف فعاليات يوم مفتوح للتقصي المبكر حول سرطان الثدي هذا اليوم شهد إقبال عدد كبير من النساء وساهم فيه عدد من الأطباء والمختصين من معهد صالح عزيز بالعاصمة تولوا بالمناسبة تقدم فحوصات ونصائح للوقاية من هذا المرض نحن قابلات مستشفى الجهوي بالكاف بالتحديد قسم التوليد بيدرم أننا نحن متطوعات للعمل هذه الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي للتقصي على سرطان الثدي خطر النسبة والتنهولة كبيرة 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 أربعين امرأة كل يوم بنسبة 15% سنويا أثور ثلاء من أطباء الأورام صالح عزيز نحن نقدموا لهم دعوة وهما لحقيقة متعربي يعطيهم صاحة متطوعين دي ما يلبوا الدعوة هاي في فين يمارا يجوا بحدينا وعند المرأة هو يمثل السبب الأول لحالات الوفاة لحالات الوفاة هو سرطان الثدي على هذك نقوموا به التقصي المبكر على خطر على قد منفقوا بكري بالسرطان الثدي على قد فرص النجاة نقولوا تكون كبيرة عدد من النساء الحذرات أثرنا بالمناسبة ما يرافق التقصي المبكر حول سرطان الثدي من صعوبات في الجهة وخاصة من حيث نقص الإطار الطبي في قسم الأشعة وهو ما يجعل فترة انتظار المواعيد الطبية تطول أحيانا إلى بضعة أشهر المشكلة في سبيتار الكيف أنه عندنا طبيب واحد هو المسؤول المواعيد تأخذ بثلاثة أربعة أشهرة خمسة أشهرة توصل حتى تأخذ بستة أشهرة ساعات فم حالات حارجة ما نلقوش ليهموا نولوا عطريق لي ذاعوا وقدام المرة نعملوهم وإلى الفيسبوك أنه نعملوا حملية تحسيسية أنه العباد اللي عندها تنجم تعاوننا بش نعملوا ماموغرافين النساء اللي ما عندهيش وليزمها تعملها في وقت معين أنها تخرج تعملها البر يوم مفتوح للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بالمستشفى الجيهوي بالكافة وتذمر من تأخر المواعيد الطبية جراء نقص الإطار الطبية ضمن جديد السحة الثقافية احتفى مهرجان كتارا للرواية العربية في دورته الخامسة بقطر بالأديب التونسي محمود المسعدي مهرجان يسعى إلى تعزيز الأدب الروائي العربي والانتلاق به نحو العالمية وسط مشاركة كبيرة من الأدباء والنقاد والأكاديميين العرب انطلقت الأحد الفارد فعاليات مهرجان كتارا للرواية العربية بالدوحة هذا المهرجان الذي بات منتدا ثقافيا للأدباء والأكاديميين والبحثين العرب احتفى هذه السنة بالأديب التونسي محمود المسعدي الذي كانت له بصمة كبيرة في الرواية العربية تم الاختيار على محمود المسعدي كفكر وثقافة والتركيز على فلسفة محمود المسعدي وهي التركيز على الإنسان كإنسان أيضا إلى احتياجنا إلى التنمية البشرية اليوم فكان هذا الفكر الرئيسي أيضا تعريف المشرق العربي بشخصية محمود المسعدي كاتب التونسي الكبير محمود المسعدي جدير بالتكريم وبالتعريف به في مختلف البلدان العربية كلنا ونحن شابات والشباب عشنا على أوقاع السد تأثير الكيان حدث أبو هريرة والشخصية متع محمود المسعدي هي تعديد خدود الوطن التونسي لتشمل خدود الوطن العربي ندوات وأنشطة ومعارض وأفلام وثائقية أثثت فعاليات التظاهرة التي تم خلالها أيضا توقيع إصدارات العام الماضي للجائزة التي انقسمت إلى فئات مختلفة فئة الروايات الغير منشورة كانت 999 مشاركة الروايات المنشورة 612 مشاركة الدراسات النقدية والمتخصصة في الرواية كانت 77 مشاركة إضافة إلى رواية الفتيان كانت 147 مشاركة والفئة الخامسة وهي فئة الروايات القطلية كانت 15 مشاركة الجائزة ما تزال في بداية لكن تقريبا في كل الدورات هناك فائز تونسي وتترجم الروايات الخمس الفائزة والرواية القطرية المنشورة الفائزة إلى اللغة الأنجليزية بهدف تعزيز الإبداع الروائي العربي والانتلاق بالرواية العربية نحو العالمية أمنيا تمكنت التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة المرة ببنجردان ليلة البارحة من حجز سيارة مشبوهة وإجبار راكبيها على التوقف وكان على متنها ما لا يقل عن 34 كيلوغرام من المسوخ ومئات الهواتف الجوالة وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني وأوضحت الوزارة أن الوحدات العسكرية قامت في مرحلة أولى بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية ثم في مرحلة ثانية في اتجاه عجلات السيارة مما أسفر عن إصابة راكبي السيارة مضيفة أن حالة المصابين لا تكتسي خطورة كبيرة وتم نقلهما إلى المستشفى الجهوي ببنجردان لتلقي الإصعافات الأولية عربياً ودولياً قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا سينتهي إذا ألقى المسلحون الأكراد أسلحتهم وانسحبوا من المنطقة الآمنة المقرر إقامتها في مدينة رأس العين التي يبدو أنها النقطة الساخنة في اليوم الثامن من عمليات نبع السلام العسكرية التي تقودها تركيا ضد الوحدات الكردية تتصعد الاشتباكات سيما في الأحياء الغربية والشرقية منها كما اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري والقوات الكردية من جهتنا والقوات الموالية لتركيا من جهة أخرى أسفرت وفق مصادر إعلامية عن مقتل ثلاثة من الجيش السورية كما أعلنت تلفز الروسية من جهة أخرى عن سيطرة الجيش السوري على قواعد عسكرية شمال شرق سوريا تركتها القوات الأمريكية عملية عسكرية تركية تسببت في تأزيم العلاقة أكثر بين واشنطن وأنقرة ففي خطوة تسعيدية من الجانب التركي وفي خضام التهديدات الأمريكية ومساعيها الدبلوماسية أيضا لإقناع أنقرة بوقف العملية العسكرية ضد الأكراد شمال شرق سوريا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن الهجوم التركي سينتهي إذا ألقى المسلحون الأكراد أسلحتهم وانسحبوا من المنطقة الآمنة المقرر إقامتها كما أبلغ أردوغان نظيره الأمريكي دوند ترامب بأن بلاده لن تعلن وقف إطلاق النار في هذه المنطقة على الإطلاق وأنه لا يشعر بالقلق إذا العقوبات الأمريكية في هذا الصدد موقف تركيا جاء أيضا إثر تصعيد للضغوطات الدبلوماسية ستنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية لحمل أنقارة على التواصل إلى إنهاء عملياتها العسكرية وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن بلاده تهدد أيضا بفرض مزيد من العقوبات في حال لم يتم التواصل إلى حل للأزمة في وقت يستعد فيه نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية إلى التوجه إلى تركيا للتواصل في وقف المعارك وفي خضم لقاءات أمريكية تركيا جارية وأخرى منتظرة قالت روسيا أنه ينبغي أن تحدد الكوات السورية وتركيا كيفية التعاون في شمال سوريا بناء على اتفاق أذن وعبرت موسكو عن استعدادها لتقديم المساعدة في ذلك فيما رأى الكريملين أن العملية العسكرية تركية يجب أن لا تضر بالعملية السياسية في سوريا لكنه قال في المقابل أن موسكو تحترم في الوقت نفسها حق تركيا في الدفاع عن النفس في جديد الملف اليمني من المتوقع أن تعلن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين غدا التوصل لاتفاق بشأن انهاء النزاع على السلطة على السلطة في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد والذي أحدث انشقاقا داخل التحالف العربي الذي يحارب الحوثيين وفق مسؤولين يمنيين أكدوا أيضا أن اتفاق انهاء الأزمة في عدن سيتم توقيعه غدا في الرياضة ويتصطدف السعودية محادثات غير مباشرة بين الجانبين لإعادة بناء التحالف الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران وفي أفغانستان قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة وعشرون آخرون في هجوم انتحاري نفذته حركة طالبان بواسطة شاحنة كبيرة قرب مقر للشرطة شرق البلاد وأوضح المتحدث باسم حاكم الإقليم أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع مع تواصل عمليات البحث وسط حطام المباني التي دمرتها أو دمرها الانفجار قبل ساعات من القمة الأوروبية المرتقبة تجرى في بروكسيل محادثات حاسمة حول بريكسيت بين الدول الأعظام في هذا التجمع الأوروبي في مسعى للتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفاق ينقسم القادة الأوروبيون بشأن إمكانية التوصل إليها في العاصمة البلجيكية بروكسيل استؤنفت اليوم محادثات حاسمة حول بريكسيت بعد سلسلة من المفاوضات المطولة توصلت إلى منتصف ليلة البارحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اعتبر المفاوضون أنه ممكن قبل القمة الأوروبية المزمع عقلها غدا وفيما اعتبر وزير الخارجية الفلنسي جون إيف لوتغيون أن الخروج من هذا المأزق ممكن وأن التواصل المفاوضات أمر إيجابي وبدى البريطانيون أكثر إيجابية منذ بدء المحادثات حول خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتفادي خروج دون اتفاق اتسمت نبرة المسؤولين البلجيكيين بالحذر بشأن فرص الخروج باتفاق قبل القمة المحادثات الجارية تتركز حول مسألتين خلافيتين طريقة تجنب العودة إلى إعادة فرض حدود فعلية بعد بريكسيت بين إرلندا الشمالية المقاطعة البريطانية وجمهورية إرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي مع القيام بعملية التفتيش الجمهورية وحق التصويت الممنوح لسلطات إرلندا الشمالية بشأن اتفاق الخروج وهو ما يرفضه الأوروبي ومن المقرر أن يدلي مفاوض الاتحاد الأوروبي الرئيسي ميشيل بغني بعد ظهر اليوم أمام سفراء الاتحاد الأوروبي ببعض الإذاحات حول المفاوضات عشية القمة الأوروبية التي تصنف نظريا آخر قمة لبريطانيا قبل الانفصال المرتقب أواخر هذا الشهر ساعات تفصل القادة الأوروبيين عن قمتهم المرتقبة وهي ساعات ستكون حاسمة باعتبارها ستضع خطة جونسون الجديدة على المحك مع تقدم التحقيقات التي فتحها الكونغرس الأمريكي في الشبهات المالية والسياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد آخر استطلاعات الرأي أن 63% من الأمريكيين يرغبون في تعاون البيت الأبيض مع تحقيق الكونغرس في قضية أوكرانيا جيت كما بيّن الاستطلاع أن 42% من الأمريكيين يؤيدون فكرة عزل دونالد ترامب من منصبه فيما ذهب البعض إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق في أخبار الرياضة سيكون مهاجم المنتخب طه ياسين لخنيسي غائبا عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الوطني التونسي بنظيره الليبي الأحد القادم في إياب الدور الثالث على درب التأهل إلى كأس أمم إفريقيا لللاعبين المحليين وذلك بداع الإصابة حيث خير الإطار الفني تعوضه بلاعب النجم الرياضي الساحلي حازم الحاجحسن الذي سيلتحق بزملائه في التربس الإعدادي بتونس قبل التحول غدنا الخميس إلى المغرب لاستكمال التحذيرات للمباراة التي ستدور بمدينة سلا انطلاقا من الساعة الخامسة مساء رياضيا دائما تابع المنتخب الجزائري بطل إفريقيا عروضه المتميزة ليتفوق على نظيره الكولومبي في اللقاء الدولي الودية الذي جمعهما مساء أمس بملعب بير موروا بمدينة لين الفرنسية من خلال ثلاثية نظيفة في الشباك الكولومبية تداول على تسجيلها كل من بغداد بنجاح من تصويبة في الدقيقة الخامسة عشرة ورياض محرز في الدقيقتين العشرين والخامسة والستين قدم بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم استقالته من منصبه بدعوة من رئيس الوزراء الذي دعاه إلى التنحي عقب إساءات عنصرية أطلقتها جماهير بلغارية استهدفت لاعبي منتخب إنجلترا السود خلال اللقاء الذي جمع بلغاريا بإنجلترا أول أمس الأثنين ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا والتي توقفت مرتين بسبب استخدام أعظام من الأولتراس تحديات تحيات ممنوعة هاتفين بعبارات عنصرية رافعين شعارات لا للاحترام وتأتي استقالة رئيس الاتحاد البلغاري في إطال توصيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة بمواجهة الأحداث العنصرية في الملعب والمتألفة من ثلاث خطوات متدرجة نتطرق الآن مشاهدين إلى حدث بيئي فريد من نوعه في تونس وشمال إفريقيا حيث تمت لأول مرة عملية تفقيس السلحفات البحرية الخضراء بشاطئ الجيش من ولاية المهدية هذه الفصيلة النادرة والمهددة بالانقراض عملت جمعية الأزرق الكبير على تعشيشها هناك هي أجوء عملية التفقيس لسلحفات بحرية خضراء بشاطئ الجيش بالمهدية عملية تشهدها تونس لأول مرة لهذه الفصيلة النادرة من السلاحف بعد أن اعطر عليها شاب يقتر بمدينة الجيش منذ أوت الفارت لتولى بعد ذلك جمعية أزرقنا الكبير مراحل تعشيش هذا النوع من السلاحف كنت قاعد في البركون متاعنا ولاحظت السلاحفات خارجة أخي تبعت التراسة متاحة ولقيت العش بالضبط وين باضت بالنسبة لتونس السلاحفات الوحيدة التي تعشش بانتظامي سلاحفات ضخمة الرأس في جزر قوريا والشابة بالنسبة للسلاحفات هذه لاحظنا عند فتح العش وفيما حاجات مش كما الأخرين وبعد البحث وشفنا خطرية حتى التراس اللي تطلع بيه معانتي يختلفوا عن سلاحفات ضخمة الرأس تمت المتابعة لمدة 76 يوم اللي هي أول مرة تبيث في السواحل التونسية مش أكثر من أكاكا حتى في شمال أفريقيا تبيث كان في مصر تبيث شوية في تركيا لكن كان نوعا تسمى حدث فريد من نوعه عملية تعشيش السلاحفات البحرية الخضراء بشاطئ الرجيش حدث استثنائي تشهده تونس لأول مرة قد يرجعه الخبراء إلى تغير العوامل الطبيعية السلاحفات الخضراء موجودة عنها في تونس في الماء أماما عادة ما تخرجش تبيث عنها على الشواطئ التونسية السلاحفات الخضراء هذه تعشش في البحر لبيض المتوسط ولكن عمرها ما عشت عنها في تونس ولا حتى في الشواطئ القريبة من تونس في ليبيا لأنها موجل مجال التيرانتاح فمع عديد التغييرات قد تكون مرتبطة بالتغييرات المناخية على مستوى العالم بأحجامها الصغيرة المتحركة والمتجهة نحو مكانها الأصلي مياها البحر أغرت هذه السلاحف الخضراء وعيون الأطفال الذين بدوا أكثر لمستمتعين بهذا الحدث العلمي جيت اليوم مع ماء وخالتي وأخواتي بيش نشوفوا السلاحفات كيفاش فقصت وشوفنا كيفاش مشات للبحر شوفت سلاحفات تجري كيك عودة الصغار السلاحف الخضراء إلى مياه البحر فصنون فصول إعادة التوازن البيئي البحري وشهادة الأخرى على ثراء المخزون الإيكولوجي لشواطئ التونسية التي ما زالت في حاجة إلى مزيد البحث والعناية بهذا نصل إلى ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في ظل عدم تلقي المحكمة الإدارية تعوناً تتعلق بنتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية حتى الآن غداً إعلان قيس سعيد رسمياً رئيساً جديداً للجمهورية عدد من مرضى سرطان الثادي يتذمرون من تأخر المواعيد الطبية جراء نقص الإطار الطبي بالمستشفى الجهوية بالكافة أردوغان يقول إنه لا يمكن وقف الوجوم التركي في سوريا قبل أن يحقق أهدافه والجيش السوري يسيطر على قواعد تركتها القوات الأمريكية وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكراً على المتابعة إلى اللقاء